كانت رايحة تدور على عيالها في سويسرا لكنها اختفت من بعدها في ظروف غمضة ولما لقوها كانت جثة مرمية في النار إيه اللي حصل لمريم ماجدي وليه أهلها بيتهموا جزة إنه المسؤول عن اللي حصل لها تعالوا نقول لكوا إيه الحكاية مريم ماجدي بنتك كانت بتحلم إنها تتجوز وتعيش حياها دية ومستقرة الكل كان بيشهد بأخلاقها وأدبها كانت مستنية نصبها يجيلها لحد عندها وده حصل لما أخوها في مرة كان عايز مجموعة من أصدقائه عنده في البيت وتعرف وقتها على أمير مير شاب سويسري جده مصري الجنسية أول لما شاف مريم وقع في غرمها وبعد شهور من تواجده في مصر طلب إيديها ودخل الإسلام إجراءات الجواز تمت بسرعة وكانت حياتهم مثالية فوق الوصف وخلفوا بنتين في سنين الجواز الأولى خديجة والتانية فاطمة لكن بعد خمس سنين بدأت صرفوته فجأة تتغير تماما طلب من مريم إنها تتنقب وهي وفقت على شين ترضيه لكن مع الوقت طلباته أصبحت في زيادة مستمرة والتشدد وصل به إنه يرفض يخليها تتعامل مع الأطباء أو حتى بتوع السوبر ماركت كان حبسها في البيت وما بيخلهاش تشوف أي حد تماما مريم مع الوقت حالتها الصحية بدأت في التدهور لكن على الرغم من كده أصر أمير على عدم خلع مريم للنقاب رغم إنه بدأ يسبب لها مشاكل في التنفس وهي مريضة سكر والأطباء في جامعة المنصورة إدوها تعليمات إنها لازم تخلع النقاب فورا علشان تتنفس كويس لكن أول معرف كده رفض إنه يوديها لده كترة تاني الأزمات زادت ما بينهم وهنا مريم طلبت الطلاق وقالت إن العشرة ما بينهم أتكون مستحيلة بالشكل ده وهنا بدأت المنازع على حضانة الطفلين مريم أخدت البنات ورجعت على مصر وأمير كان بصر عليها بشكل كبير إنه لازم يشوف البنات وإنه منحقه كأب بيوم رؤية وقتها مريم سمحت له باليوم ده علشان تكتشف في نهاية اليوم إنه أمير خطفهم أخدهم ورجع بيهم على سويسرا مريم حجزت أول طيارة وراحت علشان تدور عليهم وتواصلت مع جمعيات ومؤسسات خيرية في سويسرا وسفرت وحصلت على الإقامة لكن كل ده في سبيل إن البنتين يرجعوا لها وأخدت كل الإجراءات القانونية لضم البنتين لحضانتها والمحكمة حكمت لصالحها وحددت ليها نفقة 1950 فرانك لكن أمير مرضيش ينفذ الحكم ووقتها المحكمة فضلت دعمها بشكل كبير ويوم 16 يناير كان المفروض الجلسة النهائية للنطق بالحكم لكن مريم كانت مختفية تماما لروحة الجلسة ولا حتى نزلت بوستات على الفيسبوك تقري المستجدات اللي وصلت لها ولا حتى تواصلت مع أهلها اللي لما تواصلوا مع السفارة المصرية اكتشفوا غيب مريم من أكتر من عشر أيام الدنيا تقلبت كلها وفضلوا يدوروا عليها في كل مكان لكن في النهاية لقوها جثة في نهر الراين أول ما أسرة مريم سمعوا الخبر وجهوا كل الاتهامات لجزها بأنه هو الوحيد المستفيد بأتلها وتم الأبضع عليه ولزالة التحقيقات مستمرة تفتكروا فعلا الزوج هو اللي قتلها؟ ولا ممكن يظهر جديد في القضية؟ شاركونا رأيكم في التعليقات ودعو المريم مجدي بالرحمة والمغفرة ترجمة نانسي قنقر